موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم أعزائي الطلبة في حلقة اليوم التي سنتناول فيها الجزء الثاني من مراجعة منهج قضايا البيئة والتنمية المعاصرة نأتي إلى السؤال السابع وهو برهن على صحة العبارة بناء مدينة الكويتم بشكل محكم وذلك بسبب البيوت كانت متقاربة مما ترتب على ذلك توفير الضل ومنع العواصف الترابية وتسمح بمرور الهواء والمادة الطينية التي بنيت منها البيوت هي تقي من الحر الشديد فبالتالي أثبتنا صحة العبارة بأن بناء مدينة الكويتم بشكل محكم تتعدد الاختلافات بتوزيع وكثافة السكان حسب دوائر العرض المختلفة طبعاً رح نذكر كل دائرة عرض ونسبة السكان فيها أقل من 10% من سكان العالم يعيشون بين دائرة عرض 0 إلى 20 شمالاً وجنوباً و50% من سكان العالم يعيشون بين دائرة عرض 20 إلى 40 شمالاً وجنوباً و30% من سكان العالم يعيشون بين دائرة 40 إلى 60 شمالاً وجنوباً فبالتالي أثبتنا صحة العبارة بأن تتعدد الاختلافات في توزيع وكثافة السكان حسب دوائر العرض المختلفة نأتي إلى طريقة أخرى من طرق أسئلة الاختبار وهو من النتائج المترتبة على كل من تلوث التربة بالمواد البترولية أثناء الغزو العراقي على الكويت عندي بسبب تلوث التربة تعرضت المحاصيل الزراعية والحيوانات للتسمم نتيجة تركيز المواد الهايدروكربونية اثنين تكون بركب بحيرات من الوحل والرواسب يحيط بها الكثبان الرملية ثلاثة اختلاط الماء بالرمل وبالبلورات الملحية هذه كلها نتائج ترتبت على تلوث التربة بالمواد البترولية أثناء الغزو العراقي على الكويت وصول الدولة لمرحلة النمو الصفري ما النتائج المترتبة عند وصول الدولة لمرحلة النمو الصفري فبالتالي الإجابة رح تكون دخول الدولة في مرحلة الشيخوخة والعنقراض نأتي إلى طريقة سؤال أخرى وهو اكتب فيما يلي اكتب فيما يلي الأضرار التي لحقت بالمناخ نتيجة احتراق أبار النفط في الكويت طبعا رح نذكر بانتشار السحب الملوثة على أجزاء واسعة من سطح الأرض بفعل دورة الهواء العامة اثنين وصول الدخان المرئي مسافة 2000 كيلومتر لتصل إلى الهند والصين وثلاثة ارتفاع مستويات المطر الحمضي إلى أن نواصل إلى الاتحاد السوفيتي ما هي الطرق المتبعة في تنظيف التربة؟ رح نذكر من خلال نقل التربة وردمها في أماكن خاصة خلط التربة بالمخصبات استخدام مذيبات خاصة وسحب البترول من البحيرات إلى الخزانات الخاصة هذه كلها طرق ممكن من خلالها تنظيف التربة الأضرار التي لحقت بالمياه نتيجة لضخ البترول في الخليج العربي أولا التأثير على الأحياء المائية اثنين تدمير الشعب المرجانية وثلاثة التأثير على عمليات تحلية المياه هذه كلها أضرار لحقت بالمياه نتيجة لضخ البترول في الخليج العربي مصادر جمع المعلومات السكانية ومصادر جمع البيانات السكانية عبارة عن مصدرين مصادر ثابتة متمثلة بالإحصاء العام ومصادر غير ثابتة مثال على ذلك الإحصائيات الحيوية كالمواليد والوفيات والهجرة أنواع المعلومات التي تكون نظم المعلومات الجغرافية طبعاً ذكرنا في الحلقات السابقة بأن أنواع المعلومات التي تكون نظم المعلومات الجغرافية عبارة عن عدة أنواع ولكن نكتفي بأربعة أنواع من صور الأقمار الصناعية والصور الأرضية والصور الجوية وخطوط الكنتور مقومات الجغرافية السياسية بالمعنى الشامل أو أهم وظائف الجغرافية السياسية عندي دراسة الدولة كظاهرة سياسية، دراسة العلاقات الخارجية للدولة، تحليل وتفسير العناصر الرئيسية لقوتها استناداً لما تملكه الدولة من إمكانيات طبيعية وبشرية المياه الجوفية في الروتين وم العيش أكثر مناطق الكويت تأثراً بالبحيرات البترولية تتكون المنطقتين من ترسبات رملية وصلبوخية شديدة النفاذية حيث يتسرب البترول إلى المياه الجوفية بسبب الأمطار هجرت الكثير من السكان إلى مدينة الكويت واستقرارهم فيها في مرحلة النشأة العمرانية لتأسيس الدولة وتوفر عوامل الاستقرار البشري من تجارة وأسماك والغوص والزراعة وتوفر المياه الجوفية العذبة لاحظ الصورة التالية ثم علل أسباب كل من أسباب بناء الصور لحماية إمارة الكويت وبوابات الصور كانت منافذ الوحيدة للدخول والخروج من المدينة وكانت الأسوار تقلق ليلاً للمزيد من الحماية والأمن من الأخطار طبعاً لاحظ الصورة المعروضة أمامك على الشاشة وعلل أسباب هدم الصور الثالث هدم الصور الثالث عام 1957 وقامت الحكومة بتثمين الأراضي داخل الصور لتشجيع الأهالي على الذهاب خارج الصور إلى المناطق الجديدة مطلوب من هذه الفقرة فسر ما تحته خط وهو الانفجار السكاني الانفجار السكاني هو عبارة عن تزايد السكان بشكل سريع جداً عن طريق معدلات نمو سكانية مرتفعة لا تتفق مع معدلات التنمية الاقتصادية طيب ما النتائج المترتبة على حدوث مشكلة الانفجار السكاني؟ الضغط على الموارد الاقتصادية وتدهور واستنزاف البيئة كما زاد نتذكر مشرحنا في الحلقات السابقة كما زاد عدد السكان كما زاد الضغط على الموارد الاقتصادية واحتياجاته واستنزاف البيئة طرق تحقيق التوازن بين النمو السكاني السريع والموارد الاقتصادية تتم من خلال تشجيع الدول النامية على الحد من معدلات النمو السريعة والتخطيط السليم للاستفادة من الموارد ومن هنا فقد حللنا الفقرة السابقة من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة نأتي إلى طريقة سؤال أخرى وهو المقارنات قارن بين مخطط بلدية الكويت للتنمية عام 1967 والمخطط الهيكل للمناطق الحضرية لدولة الكويت عام 1977 من حيث معيار بنود المخطط طبعا بنود مخطط بلدية الكويت للتنمية عام 1967 من خلال خطة استحداث الدائر الخامس والسادس والامتداد حتى شعيبة وإنشاء أكثر من 40 منطقة سكنية المخطط الهيكل للمناطق الحضرية لدولة الكويت عام 1977 فبنود هذا المخطط من خلال خطة تكثيف الاستخدام السكني شمال الدائري الخامس وإقامة المناطق التجارية في الضواحي والاهتمام بالمناطق الأثرية والحد من إنشاء المصانع في منطقة الشويخ الصناعية نأتي الآن إلى طريقة أخرى من طرق سياقة الأسئلة في الاختبار وهي المهارات أولا مهارات الأعمدة البيانية وثانيا الدوائر البيانية وثالثا الجداول الإحصائية وآخر المخططات السهمية نتعرب البداية على كيفية رسمة الدائرة البيانية أول شيء طبعا نرسم الدائرة ونحدد المركز ونقسم الدائرة من حيث الاتجاه إلى أعلى من المركز الدائرة إلى أعلى هو يمثل نقطة بداية الدائرة البيانية وهو صفر ومن ثم عندي ربع الدائرة عبارة عن 25% ونصف الدائرة هي 50% وثالثا ربع الدائرة هي عبارة عن 75% وإلى أن وصلنا من حيث بدينا فرح نمثل بـ 100% ننطلق من مركز الدائرة إلى أعلى الصفر ومن ثم نبدأ برسم الدائرة باتجاه عقارب الساعة نأتي الآن للتطبيق نمثل في دائرة بيانية نسبة المسطحات المائية من مجموعة المساحة الأرضية طبعا نرسم الدائرة مثل ما ذكرت ونحدد المركز ونبدأ بانطلاق العمود من المركز للصفر وحيث أن نسبة المياه تمثل 70% فبالتالي راح نعدل 25% ونعدل 50% لنصل إلى ما قبل 75% اللي هو 70% وضروري جدا نضلل الجزء اللي أنا رسمته بحيث أنه يمثل نسبة المياه على سطح الأرض وهو 70% انظر إلى الرسم البياني التالي ثم أجب عن الأسئلة عندي هنا أعمدة بيانية تمثل النمو السكاني والنسبة بالمليار نسمة المطلوب حول الشكل المقابل لجدول طبعا راح نصنف الجدول من حيث السنة وعدد السكان بالمليار استنتج من الشكل السابق حقيقة طبعا استنتجنا من خلال الأعمدة البيانية والجدول الإحصائي بأنه في عام 1850 بلغ عدد السكان مليار نسمة وفي عام 1930 بلغ عدد السكان مليارين نسمة وفي عام 1975 بلغ عدد السكان أربعة مليار نسمة وفي 2007 فقد بلغ عدد السكان ستة فاصلة خمسة مليار نسمة فبالتالي قاعد نلاحظ أو قاعد نستنتج من هذا الجدول الإحصائي أو من الأعمدة البيانية بأن عدد السكان في تزايد مستمر فبالتالي استنتجنا حقيقة من هذا الشكل أدرس الشكل ثم أجب حول قيم الدائرة لجدول إحصائي عندنا بلدان الأسكوا 3% بلدان العربية 5% والعالم 92% تبلغ نسبة السكان مطلوب حول قيم الدائرة لجدول إحصائي طبعا نكتب المنطقة والنسبة المؤوية لاحظ الشكل الموجود أمامك ثم أجب طبعا الشكل هو عبارة عن دائرة بيانية توضح مكونات البترول المسكوب المطلوب ضع عنوانا مناسبا لهذه الدائرة البيانية وعنوانا هو مكونات البترول المسكوب حول الشكل لجدول إحصائي طبعا تعرفنا في الشرائح السابقة على كيفية تحويل سواء دائرة بيانية أو عمود أو أعمدة بيانية إلى جدول إحصائي أو أعمدة بيانية مهم جدا تطليل العمود بعد رسمه أدرس الجدول ثم أجب حول معدل المواليد فقط لأعمدة بيانية يعني نركز على معدل المواليد علشان نحولها لأعمدة بيانية بدون ما نذكر معدل الوفيات ومعدل نموس سنوي ومعدل الخصوبة فقط نتعرف على معدل المواليد رسم الأعمدة البيانية يتم طبعا نرسم العمود الرأسي ونحط عليه الأرقام ونرسم العمود الأفقي ونحط عليه الأقاليم أو المناطق ونرسم الأعمدة مع تضليلها نأتي الآن إلى المخططات السهمية طريق السؤال بالاختبار صم مخطط سهمي لدوافع نشأة المدن ويترك لكم المساحة للتصميم طبعا رح نكتب دوافع نشأة المدن ونطلع من هذا دوافع أسهم متمثلة بدافع اقتصادي ودافع سياسي ودافع عسكري صم مخطط سهمي لأنماط العمران طبعا عنوان المخطط هنا هو أنماط العمران ويتفرع من هذا العنوان سهمين سهم يمثل العمران الحضري المتمثل بالمدينة وسهم يمثل العمران الريفي المتمثل بالقرية نأتي الآن لمعرفة طريقة من طرق الاختبار وهو المسائل وحلها نحتاج عزيزي الطالب لآلة حاسبة لحل المسائل عندي هنا جدول وموضح عليه معلومات عندي جملة مساحة المدينة تبلغ حوالي 80 ألف كيلومتر مربع ومساحة الأراضي الزراعية تبلغ 5000 كيلومتر مربع وجملة عدد السكان تبلغ 400 ألف نسمة وعدد السكان الزراعيين تبلغ نسبتها 300 ألف نسمة أحسب كل من الكثافة العامة طبعا قانون الكثافة العامة هو جملة عدد السكان تقسيم جملة مساحة الإقليم نرجع لمعطيات السؤال حيث أن جملة عدد السكان تبلغ 400 ألف وجملة مساحة الإقليم أو المدينة تبلغ حوالي 80 ألف وبالتالي نقسم 400 ألف على 80 ألف والناتج رح يكون 5 نسمة لكل كيلومتر مربع مهم جدا نكتب مدلول القانون في النهاية الكثافة الزراعية وأيضا مطلوب احتساب الكثافة الزراعية الكثافة الزراعية هي عبارة عن عدد السكان الزراعيين تقسيم مساحة الأراضي الزراعية أرجع لمعطيات السؤال وهو عدد سكان المزارعين تبلغ نسبتهم 300 ألف نسمة ومساحة الأرض الزراعية تبلغ حوالي 5000 فبالتالي 300 ألف تقسيم 5000 الناتج رح يكون 60 نسمة لكل كيلومتر المربع ومن هنا ننتهي من آخر حلقات منهج قضايا البيئة والتنمية المعاصرة فحاولوا أنكم تشدون حيلكم وتسعون إلى الوصول لأعلى المراتب والمراكز لأنكم قدها وتستاهلونها مع خالص تحياتي المعلمة عايشة العدواني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة